أعوذ بالله السبع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد سبق للحديث في جلسات متعددة عن حقيقة العقل وعن تصور المسلمين له وتبين أن الثقافة الإسلامية والمعرفة الإسلامية تحتفي بالعقل وتعتمده وتشيد به وهي في كل ذلك تجمع بينه وبين الوحي ميزة الشريعة وميزة المعرفة عندنا أنها تؤمن بالعقل وتستدمج كذلك وظيفة الوحي فلذلك تأتي الأشياء على هذا النحو يخطئ من يقول من المتدينين إن بعض العلماء إنما يستندون على العقل دون الشرع وهذه تهمة هذا شيء يتهم به بعض الناس ويقال هذه الفئة من العلماء إنما يعتمدون العقل لا غير أو إنهم يقدمون العقل على الشرع وهذا ليس سليما وليس وجيها وليس صحيحا أي الشواهد التي نجدها في كتب العلماء وإقراراتهم كلها تفيد أنه لا بد من الشرع وأنه لا حكم قبل مجيء الوحي وهذا أمر متفق عليه وهم يقولون إن الدين نفسه إنما هو وضع إلهي كما بينته سابقا وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إياه إلى ما فيه صلاح الدنيا والفلاح في الآخرة فليس هناك أبدا تقديم للعقل هناك مزاوجة فعلا ولذلك تجدون في الكتاب الإسلامي في الدراسة الإسلامية في أي مبحث من مباحث يزاوج العلماء بين الدليل العقلي والدليل النقلي دائما كتبنا لا تتنكر للوحي مطلقا أبدا وليس صحيحا ما يقال لأنها دام نوع من الأشياء التي لا يمكن أن يقرع عليها من قالها والرجوع إلى كتب العلماء يفيد ما ذكرته لكم كذلك لا نقر من يقول بأن المعرفة الشرعية ليس لها صلة بالتعقل هذا نوع من التجني بل إن المعرفة الشرعية تحتفي بالعقل وتؤمن به وتوليه مكانته وتوظفه بل إن التكليف كله إنما هو متوقف على العقل كل تكليف بشرط العقل إذا قال الناس هو كل تكليف بشرط العقل والعلماء المسلمون وهم يخوضون فإنما في كل مباحثهم دائما يهتمون بالعقل ويستخدمونه ويرجحون به إلى غير ذلك مما هو معروف في كل كتب عندنا علوم كلها علوم عقلية إذا كانت عندنا علوم عقلية هي مساندة للنقل لا يمكن لأحد أن يدعي على الناس والمسلمين بأنه ليس لهم اهتمام بالعقل وهذا أمر دائما تسمعونه الآن وتسمعون أن كل ما له صلة بالدين هو أساطير وهو مخالف للعقل وأنا بينت لكم أمس عن قصد أن هناك الآن ارتباكا واضطرابا في تحديد ما هو من صلاحيات العقل ومن الحقل العقلي ومن الحقل الشرعي أو العادي بينت لكم المعارف احتغت اختلط عليكم الأمور لأن الذين ينكرون شيئا ألفوه في أنفسهم ألفوه وتعودوا عليه إذا رأوا ما يخالفوا قالوا إن هذا مخالف للعقل وهو ليس مخالف للعقل وإنما هو شيء خروج عن العادة والعلم الآن هو هذا ما يفعله العلم العلم يتطور العلم يتطور بمعنى أن يوميا العلم يخرق العادة اليوميا يأتي العلم بما يسميه الناس عجبا عجابا كيف صنع الناس هذه المصنوعات الحديثة الباهرة هذه السرعة الفائقة هذه الأشياء الدقيقة إنما صنعوها بعقلهم وتجاوزوا حقائق وأوضاعا مادية أو عادية كان الناس يألفونها إذن هذا أوضحته بما فيه الكفاية وعدت أن أتحدث الآن عن حقيقة أخرى هي حقيقة العلم وكما يجب أن تكون فهوم العقل عندنا واضحا حتى لا نخطئ يجب كذلك أن نفهم ما المراد بالعلم ما أكثر ما يتحدث الناس عن العلم وما أكثر ما يمدح أناس بأنهم أهل علم وما أكثر ما ينفى هذا العلم أناس هذا العلم يتعلق الناس به لشرفه يتعلق الناس به ولذلك كما قال بعض العلماء ما نسب شخص إلى علم إلا وتمجد به وتمدح به كل ما قيل للإنسان أنت تحسن كذا فإنه يرى ذلك رفعا من مكانته وقيمته وكل ما نفي العلم عن شيء أو شخص إلا أعتبر ذلك مسبة ومهانة ومثلبة فلو قيل للإنسان أنت لا تعرف كيف تجلس أو كيف تأكل لا اعتبر ذلك غضا من قيمته هذا النسبة نفي عنه العلم في هذا وهذا شيء مهم جدا هذا يبين عن مكانة العلم وهذه قضية رسخها القرآن القرآن ما ذكر العلم إلا على سبيل التنويه بمكانه حتى حينما يستوي الأشياء والأشخاص والموجودات فإن أشرفها وأعلاها وأكثرها وأعلاها منزله هو من يحظى بالعلم حتى حينما تحدث الله تعالى عن العفاريت وعن الجن ذكر أن الذي عنده علم من الكتاب كان أقدر من الذي ليس له علم الكتاب في الجن في الحيوانات كما ذكر ذلك القرطب وغيره ذكروا أن الحيوانات تشرف بقدر ما لديها من العلم مع أن العلم ليس مطلوبا في الحيوانات العلم يشرف به الإنسان ولكن الله تعالى ذكر أن الحيوان المعلم الكلب أو ما يصاد به المعلم الذي يعلم الصيد إذا صاده فإن صيده يكون حلالا إذا كان الحيوان غير معلم لم يعود على الصيد فإن صيده لا يؤكل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ما علمتم منه ولذلك تعرفون هذا الفقهاء في السنو هذا الكلب الذي إذا أشلي إن شاء الله إذا طولب بأن يذهب أو يأتي بكذا هذا يسمى معلما والكلب الذي ليس معلما لو صاد فإنه لا يصيد إلا لنفسه ولذلك صيده لا يجد إذن ترون كيف أن التفاضل يقع بين الحيوانات بسبب العلم فلذلك هذا مهم جدا أن نعرفه هذا شيء مهم ويجب أن نسطر عليه أن العلم هو قيمة ذاتية هو في حد ذاته هو قيمة ذاتية من التبط به ومن التصق به لابد أن يناله شرف العلم العلم هو في حد ذاته شرف وقيمة ذاتية فلو لم يأتي هذا العلم مثلا بمكاسب مادية بشهادة بكذا يظل مع ذلك العلم علما ويظل مكانا فحينما يريد الإنسان حينما تريد الأمة حينما يريد الشخص حينما تريد الجماعة أن تشرف فبالعلم تشرف لا يمكن أن تشرف بالادعاء أو بالرجوع إلى الماضي أو بالانتساب إلى علماء الأمة هي الآن مصنفة الآن الناس يصنفون الآن في الأرض بمؤشرات علمية أي عدد ما ينشر من الكتب في بلد معين ساعات القراءة التي يقرأوا هؤلاء ناس مثلا الأمة أو العرب كم يقرأون وكم يقرأوا مثلا الأوروبيون كم يطبعوا هذه الشعوب العربية أو الإسلامية كم تطبعوا كم تطبعوا وهذه مؤشرات حقيقية لأن التفاضل لا يكون بالادعاء فإذا قيل إن مثلا إن دولة واحدة أوروبية كإسبانيا مثلا تطبعوا أكثر مما يطبعوا جميع الدول العربية فهذا معناه واضح أن الدول العربية لا يستحاج إلى الكتاب لا تطبعوا لأنها لا تقرأ وإذا كانت لا تقرأ فهي في الحاضر سواء شمخت بنفسها أو رفعت بنفسها وادعت شيئا ما لأن العلم هو قيمة ذاتية يجب أن نعتقد هذا لا نحن الآن طبعا سبحنا نربطه بما يحققه من المكاسب بل إنسان حينما يكون طالب علم كالعلوم الشرعية والأمة تحتاجه فيما هو شرعي في دينها وفي حقيقتها فإذا كان الطالب العلم يفر ويزيف وجوده فلا يهمه أن يحصل على أشهادات يقال فيها أنها حصل على الليسانس على الدبلوم على الدكتورة قد تحصل ولكن العلم انتهى فالقيمة الحقيقية هي قيمة العلم ولذلك العلم شيء كبير وهذا طبعا شيء يطور الحديث عنه في الشريعة الإسلامية كلها تدور على والشريعة بهذا المعنى أنجزت الحضارة الشريعة الإسلامية بهذا أنجزت الحضارة لأنها ربطت الإنسانة المسلمة بالعلم وتألق وتفوق في وقت في زمن قياسي حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ماذا فعل؟ أصبح يعلم الناس كيف يكتبون ويحسبون كما تعرفون ذلك في أعقاب غزوة بدر وكذا الأسرى فكان يعلمنا حينما كان في آخر أيامه النبي صلى الله عليه وسلم تغير الوضع تماما هو يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ثم بعد ذلك ينزل القرآن ليعلمنا وليفصل القول في الكتابة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل المسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يابا كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب هذه طرق الكتابة مفصلة في القرآن لو لم يكن الأمة قد انتقلت من دوري ومن مرحلة أمة أمية لا تكتب ولا تحسب إلى أن تعلم ما كان لها القرآن ليبين لها كيف تكتب إذا كانت أصلاً يلا تعرف كيف تكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله رباً ولا يبخص منه شيئاً فإن كان الذي عليه الحق سفيهنه ضعيفاً أو لا يستطيع أن يملله وفليملل لماذا يملل الذي عليه الحق؟ لأنه اعتراف في حينما يكتبه الذي يمله هو الذي صاحب الذي عليه الديد الذي يعله لأن كل ما أمله فإنه يعترف بأن فلان له علي ألف دينار كذا وأديها له في شهر كذا فهذا خلاف ما لو كان صاحب الدين هو الذي يملي قل لن تلك تقول أنا ما كنت تقول فهذه أشياء يكتبها يعلمها القرآن بمعنى أن النقلة الكبيرة في الإسلام هي نقلة العلم النقلة الكبيرة هي نقلة العلم هذه الأمة التي كانت لا تعرف العلم هي التي أصبحت تجلس في حلق الدرس حلقة الدرس هي المؤشر على أن الأمة موجودة أو غير موجودة حينما كان الصيوطي يدخل إلى مسجد القاهرة يقول وكان فيها أكثر من هذا في القرن العاشر قرن العاشر تعرفون كان يقول لسيما فيه قارن عاشري القرون ذي الجهلي والفساد والفتون يسميها كذا هذا القرن الذي قيل عنه هذا كان يدخل فيه الإنسان فيجد فيه مئة حلقة في الوقت الواحد وعدك كنا نجده في القرويين نجده في ولذلك وجدت الأمة المتحضرة العالمة العارفة التي تقود الحضارة وتنتج هذه المنجزة حينما يذهب العلم حتى التدين بلا علم هو نوع من الفوضى التدين بلا بالعلم هو حديث لا ندري إلى أين ينتهي بالناس كل يتحدث بلا قاعدة بلا سند ما على كلٍ ف قضية العلم في الإسلام يجب توجيه الناس إليه وإليها لأن الناس الآن نلاحظ أنه لا يعرفون للعلم أي حينما ترى أن الإنسان يسلم من الصلاة السلام عليكم ويقوم لا يزيد عن الصلاة شيئاً كأنه انتهى الدين توقف عن السلام عليكم فليس هو محتاج لأن يعرف ما هي أنواع الأذكار ولا ما هي المسنونات وما هي الفرائل وليجلس هذا الفقه ليعلم الناس كيف يكون تكون الصلاة فلا أحد يستمع إليه لأن كل شيء انتهى عند هذه العبادات فقط وهذا خطأ كبير جاء نتيجة للتوجيه السيئي ولعدم اهتمامنا ببيان قيمة العلم ومكانته ومركزيته في وجود المسلمين هذا العلم يحتاج الآن إلى كلام واسع ومؤصل حتى نعرف عن أي شيء نتحدث العلم أو حقيقة العلم أو انواع العلم ضرورية معرفتها ضرورية الآن اصبحت مبحة أو اصبحت فرعا من فروع العلم الآن من فروع الفلسفة في الفلسفة المعاصرة الآن مباحث بل نظري يسمونها نظرية المعرفة نظرية المعرفة هي العلم معرفة بالنسبة لأنها هي العلم إلا في فنظرية المعرفة هي نظرية متكاملة ولها من يفكر فيها ولها عنوان هم يكتبون الآن في الإبستيمولوجيا الإبستيمولوجيا هي المعرفة نظرية المعرفة هي التي هي ما نتحدث الآن عنه نحن في المنطق وقد نجد بعض المباحث موجودة كذلك في علم أصول الفقه هي الموضوع واحد العلم ما هو العلم إن أخذناه من جانبه السهل اللغوي السهل هو قلنا إنه إنه عبارة عن تصور تصور الشيء في العقل أو ارتسام الشيء في العقل أو حصول صورة الشيء في العقل هذا تعريف حصول صورة الشيء في العقل أن يكون العقل فارغا ثم تأتي معلومة من المعلومات شيء ما فيعلمه الإنسان ويرتسم هذا ويدخل إلى عقله فيصبح هذا هو حقيقة العلم أو بداية العلم أو منطلق العلم حصول صورة الشيء بكيفية عادية هذا تقريب تعريف لغوي لكن المسلمين يختلفون والعلماء المسلمون يختلفون في تعريف العلم بحسب دقة الموضوع دقة المعرفة فهناك علماء يتياسرون بحسب اختصاصهم وهناك علماء يضبطون فنمكن أن نتحدث عن مذهبين مذهبين كبيرين في تفسير حقيقة العلم المذهب الأول وهو الذي إن شئنا قلنا إنه مذهب واسع يوسع وهو الذي يقول إن العلم هو الإدراك العلم هو إدراك حقيقة الشيء أو الإدراك مطلقا الإدراك في حد ذاته هو معنى البلوغ له معنى هو معنى البلوغ أي أصحاب موسى لما رأوا فرعون يطاردهم قال إننا لمدركون أي إنهم سيلحقون بنا فالإدراك هنا بمعنى اللحوق ويقال كذلك أدركتي ها استمرت إذا هي نضجت أدركت أدركت أقتا أكلها وقطافها هذا المعنى العام للإدراك لكن الإدراك له معنى أخص وأدق وهو معرفة حقيقة الشيء ومعرفته ومعرفة جوانبه أنت تقول مثلا إذا رأيت شيئا ما تقول رأيت كذا ورأيت هذا الأمر إذا وقع بصرك عليه وفهمت منه ما يمكنك أن تفهم فهذه رؤية ولكن إذا رأيت الشيء من جميع جوانبه من أعلاه وأسفل ومن يمينه فتقول أدركته فيكون هناك فرق بين الإدراك والرؤية الرؤية هي بداية العلم والإدراك هو العلم بالتفاصيل بحقيقة الشيء وهو لشك أخص من الرؤية هو لشك أخص من الرؤية وتقول رأيت الشيء وما أدركته رأيت الشيء وما أدركته وهذا كثير نحن الآن في أكثر أحوالنا ندرك نرى ولا ندرك نرى الشيء مثلا نحن الآن معنا أجهزة لتصوير نحن نرى هذه الأجهزة وهذه المصابيح وما إلى ذلك نرىها جميعا ولكن لا ندرك اشتغالها وكيفيتها لا لسناك المهندسين مهندس الكهرباء أو مهندس تصوير هذا فرق حيث نظر إلى هذه الألد فإنه يستبطنها ويعرفها ويعرف مكانتها وقيمتها ووجه الخلل فيها إذا وقع فيها ويمكن أن يصلح أما نحن نقف عند حدود سطح رأينا هذه الكاميرا فقط ولكن ما نوعها ما طاقتها كيف تشتغل هذا هذا لا نصل إذن هناك فرق بين رؤية و إدراك المعتزلة حينما كانوا يتحدثون ويناقشون قضية رؤية الله تعالى في الآخرة في الجنة نفوهم طبعاً هم ينفون الرؤية هذا من مذابهم ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار هذا ذكروه دليلاً على امتناء الرؤية لأن الرؤية فيها فيها تحييز فيها شيئاً من قبيل فيقول أهل السنة إن الآية تنفي الإدراك هي منصوصة عليه ولكنها لا تنفي الرؤية ونحن نميز بين الرؤية والإدراك هذا في النقاش هذا نقاش العلماء نقاش المفكري نثبت الرؤية نثبت الرؤية وننفي الإدراك لأن هناك فرقاً وبوناً شاسعاً بين الرؤية والإدراك أذكر لكم مثلاً في 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 تحديد هذه الكلمة كلمة الإدراك وكلمة الإدراك بهذه المعنى أنتم تلاحظونها كلمة عادية لكنها في عند المناطق وعند الأصوليين ذات معاني دقيقة ووجب استحضار هذه المعاني إذا كنت تتكلم كلاماً باللغة فقط بالدلالة اللغة قل ما تهتدي إلى شيء كبير وأنت تتحدث وكفى ولكن بالنسبة لهذا الموضوع أنت لابد أن تميز إذن هؤلاء الذين يتحدثون عن العلم يقولون إن العلم الآن هو مطلق الإدراك هذا تعريف هو مطلق أنا بيّنت لكم التعريف الذي هو تعريف لغوي حصول صورة الشيء حصول صورة الشيء في دهني أو في العقر هذا نتجاوز وقلت إننا الآن أمام تعريف استلاحي متخصص أن العلم هو مطلق الإدراك مطلق الإدراك كيف ما كان الإدراك ليس فيه معنى آخر ليس فيه معنى التدقيق وهذا معنى هذا تعريف يجب أن نعرف إلى أي شيء يؤدي فكل كل معرفة بهذا المعنى هي إدراك فلا يخرج أو ما ليس إدراكا هو الجهل الجهل البسيط ليس إدراكا لأن الجهل هو براءة من العلم أي من كان جاهلا فقد تبرأ من العلم ليس لو علم نحن جاهلون مثلا بما يوجد في المكان الفلاني نحن جاهلون جاهلون بما نجهله الآن أكثر مما نعلمه طبعا نتعريفون هذا ما نجهله الآن من واقع التكنولوجيا ما نجهله من واقع الشعوب ما نجهله من الثقافات من الحضارات ما نجهله من شريعتنا أيضا شيء كثير شيء معروف بأنه ما لا نعرفه هو أكثر مما نعرفه نحن هو ما أوتتم من العلم إلا قليل بالأصل أصل إنسان هذا هذه الطبيعة إذن هذا الجهل فيبقى عندنا هذا ليس إدراكا وليس مشمول بها التعريف لكن حينما نقول إن العلم هو مطلق الإدراك مطلق الإدراك فماذا فماذا يعطينا ما هي الأشياء التي يمكن أن نسميها علما بهذا السبب فنحن سنكون أمام شيء هو أولا هو الجهل المركب الجهل المركب ما هو هو عبارة عن جهل يركبه جهل أن يكون الإنسان جاهلا بمثل بحقيقة شيء ولكنك حينما تسأل الشخصاقك أنا أعرف ذلك هناك من يعرف ويدعي أو يرى نفسه بأنه يعرفه وهو في الحقيقة لا يعرف فهذا جهلهم جهلان جهل بالواقع كما هو وجهل بذاته هو وهو أسوأ أنواع الجهل أسوأ أنواع الجهل هو هذا هو أن يكون الإنسان جاهلا وهو لا يعرف أنه جاهل ويقول العلماء ويقول أبو حامد الغزالي يقول إن فاحب الجهل هذا النوع من الجهل الجاهل ليس له علاج غالبا إلا إذا رطف الله به وجالس من يصلح حاله لماذا لأنه لا يرى نفسه لا يرى نفسه في حاجة إلى العلم فجاهل ولا يعرف أنه جاهل إذن فإذا كان جاهلا ولا يعرف أنه قل ما يهتدي ولذلك تجدون أن هؤلاء الذين لا يجهلون ولا يعرفون أنهم هم الذين يقفزون على الأشياء ويتحدثون ويجيبون قبل أن يسألوا ويتقدمون ويتصدرون وهم في الحقيقة إنما يتحدثون في فرغة مثلا نحن الآن نطرح قضايا شرعية فيتحدث فيها من لم يهتم بعلوم الشريعة ولم يشتغل بها ولا ولا ثم يشمخ بأنفزين فيه ويضيف إلى ذلك اعتزازا بما يقول وقد يلملم حول قوله بعض أصحابه وأصدقائه ثم يتكلم هذا في حد ذاته كارتة مثلا نتحدث الآن أو نسمع الناس يتحدثون عن ماذا يجب كيف يجب أن يكون الإرت يجب أن نغير لا 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 نغير الإرت نغير التعصيب والتعصيب مشي إرت وانت تعرف أن التعصيب مندامج مع الحضوض السيء هذا يسمى هذه استلاحات التعصيب قد يكون للرجال وللنساء المرأة عاصبة هذه عاصبة مع أخيها لو أزلت عن الأختي أنها عاصبة مع وجود البنات لما أخذت شيئا أنت تريد الآن أن تظلم المرأة بدعوة أنك تريد أن تلحق بها هذا سببه أنك لا تعلم أنك تتحدث في شيء لا تعلم له أولا ولا آخرا وبالتالي كلامك مثير للشفقة دعك من هذا لا نريد كذا فكلما حاولت أن تتقترب من موضوع له خصوصية وله مكان وظلنت أنك ستأتي فيه بجديد فإنك في الحقيقة تغرر بالناس تغرر وقد تلحق بهم وهذا شيء مثلا ذكرت لكم مثال واحد ومثال وما أكثر الأشياء التي لا يعرفها الناس فيما يتحدثون به إذا تحدثوا عن النسب النسب حادي نعطي الإنسان نسب كيف تعطي الإنسان النسب معناه الإرت معناه حرمان ورطة يستحقون هل تضمن لأن أصحاب الإرت الذين يستحقون سيقبلون بك إذا أنت حرمتهم من حق ثابت لهم بالكتاب والسنة هل سيسايرونك سيطاوعونك لأنك كنت تجتهد اجتهادا مثلا هذا شخص ليس بنا سرعيا فتعطيه النسب وشغل يسكت لك هو شبه يجدل بالنسب هو هذا مسألة شعار هو يقول أنا أريد مقتضى النسب أنا بمأنني ولد لهذا يجب أن أكون وارثا والولد هو أقوى الورثة لأن العصوبة على درجاتها هي البنوة فيمشي يسحم لك الأخ إخوة كل يجرع لهم وبعض الغرتة ينقلهم يحجب حجبا نقص من تلوتي متن الأم من تلوتي السودوس هؤلاء سيسكتون لأنك يوما ما كنت نائما وجاءتك هذه الفكرة المشرقة الجميلة هذه فكرة مدمرة هذه فكرة مدمرة لو وجدت في أي كتاب مستقر ما كان لها أن تتفوت مثل ما وجدت نظريات وذهبت مع الريح نظريات كثيرة لأنك انتمس حول حقوق الناس وأموال الناس الناس لا يتابعونك في أقل من هذا لا يشايعونك وانت الآن تأخذ منهم الحقوق لا تعطيها إرضاءا لشخص اللي سله هذا الحق مثل لذلك قلت لكم إن هذا الجهل خطير ويصعب اقتلاعه يصعب اقتلاعه فذكرت لكم ما ذكر عنه الغزاري رحمه الله هذا الجهل المركب إذن هذا الجهل المركب مع ذلك يدخل في مفهوم العلم إذن قلنا إن العلم إن العلم هو لإدراك مطلق الإدراك لماذا؟ لأن الجاهل أيضا يدرك وإن كان يدركه شيئا ليس على ولكنه يدرك إذن نحن لا نستثني إلى الجاهل الذي هو جاهل صحيح هذا جاهل أما جاهل المركب فهو لا زال يعد نفسه في أهل العلم ويعد نفسه عالما ويدافع عن معرفته لذلك يدرج يدرجك فيه كذلك الظن الشك الشك قبل الظن الشك هو التردد بين طرفين لا مزية لأحده مع الآخر أنت قد تكون أمام حقيقة فيها أو شيء فيه حقيقتان أو فيه فيه قولان فتكون فتكون مترددا بين هذا وذاك وتبقى دائما في هذه الحالة يا حالة ليست حسنة لأنك ما لم تحسم في قضاياك فأنت دائما تضطرب ولكن هذا أمر قد يفرد هذا الشك قد يفرد لدواع أخرى أي وهذا الذي أذكره لكم الآن والذي يجب أن تجيبوا به لماذا يوجد عند فقيهم واحد قولان في مسألة واحدة لأن هذين يتحدثون من خارج الدائرة لماذا يكون عندنا قولان مذهبان أو ثلاثة مذهب أو ربعة ما شيء هذا عندنا في الشخص الواحد له مذهبان إذا كنت تعريف أما أنها تقول تجمع الناس مليار ستمية كلهم مذهب واحد تتعريف مما لا تعرف هذا ليس ممكن إلا إذا قلت للناس لا تفكروا طبيعة التفكير أن يؤدي إلى هذا النوع من الاختلاف طبيعة التفكير ليس مقصودا ولكنه مفروض نحن إنما نهذبه ونطوقه ولا نريد أن لا نسمح له بالانتشار هذا ما نفكر لماذا يكون للإنسان وهذه مسألات ربما كثير من الناس لم يطرح على نفسه الشافعي وكما ذكر عنه بعض من كتب عنه له في أكثر من سبع عشرة مسألة قولاني له قولاني في أكثر من سبع عشرة مسألة الشافعي وهو إمام كبير ولا يعترض عليه المبتدئون الشافعي هو منه فلماذا هل كان يقصد أن يكون له مذهبا لا كان له هذا سببه في الغالب هو أن يكون له دليلان ولا يستطيع أن يرجح هذا على ذاك فيأخذ بهذا وذاك فيسمون هذه الحالة أعقلوا عليها لأنكم تملقوا تجاوبوا شيء واحد أخر لمقرشة العلم لن يستطيع أن يجيبه سيجيبه جوابا فضفاضا عاما هذا يسمونه تكافؤ الأدلة أدلة متكافئة أو تكافؤ الدليلين أي لك دليل في هذا ولك دليل في هذا هذا الدليل قوي في مستوى ما والآخر فيبقى لديك قولان بسبب تكافؤ الأدلة تكافؤ الأدلة ظاهرة موجودة وسببها أن الناس يفكرون وأنهم قد لا يجدون مرجحا فلديك يبقى هذا الظن موجودا يبقى ذالما هذا الظن موجودا وتجدون هذا في الفقه الإسلامي وقد يكون له سبب آخر موجود مثلا هذا وقع للشافعي وأنه انتقل من العراق إلى مصر وتسبب وكون مذهبه الجديد مذهبه القديم أبو حنيف كذلك في مذهبه وقع شيء من هذا حينما ارتبط الحنفية بالمدينة دخل المدينة إلى غير ذلك من الأسباب هذه أسباب نقرأها في تاريخ الشريع ولكن مهما يكون فهي هل استطاع الناس أن يحسموا ما هو المراد بالقرؤ والمطلقات يتربسن بأنفسهن ثلاثة قرؤ قيل القرؤ هي الحياد وقيل هي الأطهار هذا دليل لهؤلاء دليل ولهؤلاء دليل فلذلك يبقى أننا دائما نحترم الدليل وقول بأننا في هذه الحالة في حالة شك وهي حالة من الحياة التي هي منفروضة علميا هي منفروضة ولا نستطع أن نسكت أو نغلب ظنا ما أو فكرة ما لأننا نجد أنفسنا أمام أدلة المتساوية وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر